السلام عليكم اليوم بجابكم مقطع جديد مقطعنا اليوم راح يكون عن قدمات يوفي بالعنوان راح وريكم مواقع تطلع لكم كل شي عن اليوتيوب بعضها صادق وبعضها كذاب وقل لكم معلومات مستحيل ان احد يجيبها الا صاحب القناة نفسها اول شي نبدأ مع هذا الموقع اللي هو social blade تعتبر من الادق تقريبا ما هو دقيق مئة بالمئة مثلا بكتب هنا لو نكتب هنا مستر بيست يقول لك هنا كل شي عن قناة مستر بيست ان قناته تعتبر مركز سابع كاعلى مشتركين في اليوتيوب كله وهنا يطلع لك كم عدد المشتركين اللي جابهم في اليوتيوب بهذه الفترة اللي هي اخذ ثلاثين يوم بس جاب مليون ثممية الف مشترك مع ان ما ينشر مقاطع كثير يمكن كل اسبوعين مقطع بعض الأيام يوصل الى شهر ينزل لمقطع واحد فالمقطع الواحد هذا يمكن يجيب له مليون مشترك هذا الشي هنا نطلع لك انه 26.7 مرتفع يعني مرتفع العادة يعني ممكن يكون اقل من كذا بكثير يوصل المليون ونصف زي كذا او مليون ثلاثمية لكن هنا يطلع لك ارباح مستر بيست هنا ارباح مستر بيست يقول لك من تسعين الف هذا شهري اوكي شهريا بطفالك ماذا الشي من تسعين الف دولار الى مليون اربعمائة الف دولار لو نحسب هنا 137 الف ريال في الشهر لكن ترى المبلغ ممكن يكون اعلى بكثير ممكن يكون اقل بشوي في شي في اليوتيوب اسمه سي بي ام سي بي ام عبارة عن كل الف مشاهدة كم يحصل منها اليوتيوبر اليوتيوبر على كل الف مشاهدة يحصل معدل المعدل هذا يختلف من منطقي المنطقة مثلا هذا الموقع يطلع لك اعلى سي بي ام ريتس اللي هو اعلى تقييم لسي بي ام في المناطق هذه نبدأ باو شي اللي هو توب ون مثل ما تشوفون نوروي اللي هو نرويج عبارة عن 43.15 نتخيل على الف مشاهدة ياخد 43.15 لكن نتكلم عن هذا اذا احد يتابق في هذه المنطقة اللي هي نرويج ويتابق بمقاطعك مشاهدة اللي بتجي منه اتوقع سر الاعلانات فيها عالية فهمتو؟ هذا الشي اللي قدامي اتوقع مستحيل انه يكون يوصل الى 43.15 خيلوا ان واحد ينزل المقطع فيه مئة الف مشاهدة وكل متابعينا من نرويج منطقة النرويج يجيه اربعة فاصلة ثلاثة مليون دولار خلال مقطع واحد اذا كان المقطع دائم يشتغل في الاعلانات ودائم السبع ام بزي كذا بحصل هذا المبلغ اللي هو اربعة مليون ريونير على طول عبارة عن فوق عشر مليون ريال في المركز ثاني عندنا المانيا او جيرماني ثمانية ثلاثين او هذه مناطق تعتبر عالية بس ما توصلها المرحلة ما ادري هل توصلها المرحلة بداي سي بي ام اتوقع ار بي ام او شي زي كذا مبحق السيارة لا في ار بي ام ايوه ماذا ما تشفون هنا لكن ما ادري كيف صراحة نظامه وغالبا انه ياخذ من الناس اللي تشترك في الممبرشيب يعتبر انتساب زي كذا كم ياخذ منا اليوتيوب فالخاصية هذا اصلا انتساب ثوة تفاعل عندنا قريب في امريكا وهذه المناطق الثانية تعتبر مرة مرة فعلينا من زمان بيشي عندهم السبرشاد في اشياء مرة تفيد اليوتيوبرز انهم يبثون في اليوتيوب غلاب اليوتيوبرز الاجانب اللي اتابعهم انا شخصيا غلابهم بدأ في اليوتيوب فترة بعدين نقل التويتش لان اليوتيوب خاص المقاطع واشوف انه يخرب القناة صراحة شوي اذا كنت تبث مو بشكل مجدول تبث ثم تما بغيت زي كذا هذا يخرب ام القناة هنا مالدوفا الجيريا الجزائر ساوث كوريا سويد يعتبر ترى السبيع محقم عالي فينلند عندكم بريطانيا وكندا وامريكا امريكا اقل لها من تبثين يعني بس اخر واحد امريكا امريكا دخلت على الحصائيات اليوتيوب غريب السبيع من الامريكي لو واحد تبعني من امريكا كم يجي تقريبا من كل الف مشاهدة من امريكا كم تقريبا اجيب في اليوتيوب طلع لي 6 دولار فاصلة مدري كم هنا مكتوب 13 ما ادري هل هذه الحصائيات في كل قناة يوتيوب تكون مختلفة او لا نجي عند الموقع الثاني يقولك يوتيوب يحسب كم اليوتيوبر طلع فلوس اوكي مثلا يقولك حط عدد المشاهدات في اليوم مثلا اليوتيوبر مشاهداته 10 الاف مثلي تقريبا يوميا عدد المشاهدات في الشهر تقريبا 300 الف انا كم يطل في الشهر 500 دولار الى 971 دولار والله العظيم اقل من المبلغ هذا انا ما ادري كيف هذا يحسب الموقع ومشهور الموقع ترى يعتبر مشهور انه على الطول يحسب لك اليوتيوب او كم يطلع ما ادريه لو نحسب مثلا مستر بيس مثلا مستر بيس هنا 12 مليون مشاهدة يوميا حتى ما اقدر احط المبلغ حقه هنا اوكي خنشوف هنقدر نرفع اوو شوفه هنا اصلا يا ساتر شي غريب والله العظيم شي غريب هنا يقولك الى اقل هذا اللي هو هذا اللي هو اتوقع معدل مشاركة نديك تحكم فيها اصلا فكيف يعطيك كدقة شوفو كيف واحد اثنين شوفو يزوت من 28 دولار الى 232 دولار 23 شي غريب جدا جدا يعني في ناس شهاداتهم عشر الاف بس في اليوم يجيبون من 1200 دولار الى 2100 دولار في الشهر هذا اذا كان سي بي ام حقهم مرتفع شرحت تكمليه قبل شوي فما تقدر تقيس عليها ابدا وما يقدر يشوف هذا الارقام الا اليوتيوبر نفسه كل القناة يكون لها ارقام خاصة يعني مثلا يجوك يقلون في السعودية مثلا واحد ونص يعني مثلا جبتا انا مليون 500 الف مشاهدة في الشهر كيف يحسب هذا اليوتيوب هو في نحسبها انها مليون و 500 الف مشاهدة كم اطلعينها بالضبط رح تطليعانه وهاذا المبلغ 2250 ريال هذا مليون وميتين وخمسين بحق هذا الى carried out اذا اذا كان السعودية مثلا 1 فاصل 5 لكن انا لو متابعيني مثلا الناس تابعون من ولا يوجեون الجادة من العردن مثلا الناس من العراق مثلا الناس من السعودية كويت إمارات قطر أي مكان رح يختلف المبلغ هذا يمكن يكون أقل يمكن يكون مرتفع أكثر في مناطق ترى ما فيها إعلانات أبدا في مناطق فيها إعلانات قليل في مناطق فيها إعلانات كثير كل ما أكثرت الإعلانات ترى ترى الفلوس يعني بعض المقاطع تشوفونا إعلانات قابلة تخطي اللي هي خمس ثواني بعدين من يجيك تخطي الإعلان كل ما قعدت أكثر في المقطع أو في الإعلان نفسه رح يزيد المبلغ اللي يجي لليوتيوبر إذا جاء إعلان غير قبل التخطي مدة ثلاثة ثانية ولازم تشوفه كامل يجي اليوتيوبر أكثر من اللي يجيه في الخمس ثواني هذا اللي قبل شوي فأمت الفكرة فما أحد يقدر يقيس كم أنا أطلع ولا كم فلان يطلع ولا كم فلان مستحيل أن أحد يقدر يعرف إلا صاحب القناة نفسه إلا إذا قال عاد بنفسه عاد شي ثاني فمثلا عندكم جوح الطاب عبارة عن فلوغات محتوى غير الألعاب فما أقدر أقول أنه يطلع أقل مني ولا أكثر مني جوح الطاب يترجم مقاطع فالمقاطع هذه توصل إلى ناس بره إلى أمريكا مثلا نرويج لو نشوف السي بيم زي قبل شوي مثلا إلى بريطانيا زي كذا فالسي بيم يرتفع المبلغ يرتفع اللي يجيه فهمتوا من المناطق هذه فكلما صاروا يشوفون أجانب أكثر سي بيم عنده مرتفع كلما جاءك فلوس أكثر فلازم تعرفون هذه الحسبة عسيان تفهموا سالفة إن كامل يوتيوب يطلع فلوس وما تقدرون تحسبون أبدا 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 أقرب موقع اللي هو ساش بليد اللي قتلكم يقول لك السعودية هي السابع كرانك عالمي نويس يعني الثالث كان أمريكا قبل شوي مستر بيس 16 ألف دولار تقريبا إلى 271 ألف مستحيل أن يكون دقيق مئة بالمئة ممكن يكون مبلغ أقل ممكن يكون في النص ممكن يكون يوصل إلى 272 ألف مستحيل أن يوصل إلى 272 ألف لو إيه لو يصير ليسير مستحيل لأن العنات عندنا قليل في السعودية أو في الخليج ككل مثلا هنا أبو فلا والكويت رانك ون والله شي هو نادر عندنا صراحة يقول لك عدد المشتركين اللي جاءهم في آخر 30 يوم عبارة 300 ألف خمسين بالمئة أكثر اللي عندنا ما نزل المقاطع قبل كان ساحب ثلاثة شهور تقريبا فلو نشوف هنا المبلغ يقول لك في الشهر من 10 ألف دولار إلى 161 ألف دولار لأنه ما ينزل كثير للفترة الخيرة مثل ما تشوفهم هنا وما تقدر تقيس عليها أبدا أي شي لكن ما قلت لكم شرحت كل شي يخص اليوتيوب كيف اليوتيوبر جي فلوس اللي تطلع تحت ومجيك تضغط X زي هذه تضغط X كده هذه إعلانات أقل بكثير من الإعلانات الخمس ثواني إعلانات خمس ثواني أقل بكثير من الإعلانات اللي تكون نص دقيقة دقيقة كاملة فهمتوا الفكرة إذا طلع لكم إعلان قليته يعني إذا رأيته بركزهم فلوس فأفهموا يعني عمو بس هلكم مقطع اليوم إن شاء الله مقطع يجبكم أحبت أفيدكم كم شي إذا أنت فهموا عن اليوتيوب أكثر وأكثر وفي ناس يقولون أنا أبغى أدخل اليوتيوب طيب كيف عارف كم يزيني وكيف عارف كم يصير وضحت لك كل شي في شي اسمه استوديو يوتيوب في قرص تدخل عليه وتشوف متابعينك من وين مشاهداتك اللي تيجي من وين أنا يعني زي مشاهداتي مشاهداتي اللي حاليا حاليا على مشاهداتي اللي أعتبرها قليلة بالنسبة للتفاعل اللي دائما يصير لأن رمضان قليل اللي يتابع يوتيوب حاليا بسبب الدراسة وزي كذا وكثيرين من اليوتيوب رجلين يزلوني يوميا فمشاهدات عندي ضعيفة جدا وقاعد أنقص مشتركين ما أزود في قهر صراحة بس بإذن الله تتعدى الأوضاع بعد رمضان عمو بس هكما أقطع اليوم تتركوا في القناة وإذا كنتم مشتركين شوفكم على خير سلام